اشتركوا في القناة وبيطلب منه يروح معا البين ولما بيروح معا بيقوله انه محتاج مساعدته عشان ينقص بنت اخته وبيقوله انها حامل من غير محد يلمسها وان حاجة غريبة حصلت لها ان كمان خطبها سبع قبل الموضوع ده من غير اي مبادر وبعدها بدأت تحصل لها حاجات غريبة وطلب صابر من الشيخ سليم انه يشوفها بس تاني يوم وافق الشيخ سليم على طلبه وفي المشهد اللي بعد الكتاب يظهر الفنان خالد زاكي واللي بيجسد شخصية الدكتور ابراهيم رجدي وبيقول الدكتور ابراهيم انه مفيش حاجة اسمها انسان يقدر يستخدم الجن وان ربنا قال الجن لسيدنا سليمان بس مفيش حد تاني يقدر يستخدمه وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف عبد الرازق في وكالة العطارة بتاعت حسن أقو صابر واللي بيبيع حاجات كتير وواحد من العمال بيقوله ان الحاجات دي طالعة شمال فبيهدده عبد الرازق انه لو قال حاجة الحسن هيقطع عيشه ووعده انه هو هيرضيه وبيروح صابر بيت اخت الشيخ سليم عشان يقابل البنت اللي تعبينه وهناك بيلاقي اخوه حمزة واللي بيتعصب اول ما بيشوف صابر لكن خاله الشيخ سليم بيحاول يهديه ويقوله انه هو اللي هيعالجها وبتيجي مكلمة الحمزة بيعرف الشيخ صابر انها من خطيب البنت وبيتعصب حمزة تاني لانه بيعرف ان خاله حكل صابر كل حاجة بس الشيخ سليم بيقوله انه هو اللي هيعالجها ولازم يعرف كل حاجة وبيطلب صابر انه هو يشوف البنت وبيدخل قوضتها بس بتبصله بشكل غريب وبتقوله ان اللي في بطنعه محدش يقدر يقرب منه وانه في حمايتها بيقولها صابر انه مش هيئزيها لكنها بترد عليه وبتقوله انت هيجي ايه من وراج غير الازية يا صابر وبيتفاجئ ان هي عارفة اسمه وبيسألها تعرفه منين بس البنت بترد عليه وبتقوله انها عارفة كويس قوي وعارفة كل اللي عمله وانه مش هيقدر يعمل لها حاجة وهددتهم لو ما طرعوشوا معاهم صابر هتموت نفسها بس صابر بيره وقرآنه وبتحاول البنت الحد تاني وبتفضل تسرخ عشان يسكت ولما بيحاول اخوها يسحب من ايديها السكينة بتزقه فبيستغرب قوتها وبعد كده بيغم عليها وفي المشهد اللي بعد كده بيرجع حسن من الصفر وبتكون منال مستنية في البيت وبعد ما بترحب به بيقول لها انه هو جايب معاه هدية وبيخرج وبيدخل معاه واحدة اسمها احلام وبيقول لها ان دي مراته الجديدة وبنرجع تاني لصابر اللي بيكتب ورقة وبيحطها في مية عشان يسقيها للبنت اللي اسمها امينة بيقول لهم انه هو ده العلاج بس اخوها حمزة بيقول انه هو مش ميصدق وانه دي لعبة عملها خاله عشان ما يقتلهاش بس لما بيطلعه بيتفاجئ انه امينة مش عارفة صابر وكأنها بتشوفه الاول مرة وبيسألها صابر ايه اللي حصل لها فبيتقوله انه هي مش عارفة حاجة بس بتحلم احلام وحشة وده من وقت ما كانت في المغارة في الجبل ولما بيسأل صابر الشيخ سليم بيقوله انه هي صغيرة رحت مع ابوها المحاجر وانه سيوها هناك ولقيوها تاني يوم في المغارة وقالت امينة ان خطبها سابها في ذكرى نفس اليوم اللي زارت في المغارة وانها بتحصل لها حاجات متلغبطة لدرجة ان هي بتروح المغارة وهي مش في وعيها وما بتعرفش ايه اللي بيحصل فيها بياخد صابر امينة وخالها وبيروح على مكان المغارة ولما بيوصلوا بيقول لخالها انها ما جاتش المغارة دي غير مرة واحدة ومن ساعتها ما جاتش تيوي وبيدخل صابر والشيخ سليم وامينة المغارة واللي بيكون شكلها مرعب بس بيلاقي في عاجات غريبة حروف ورموز مكتوبة على الحجارة فاول ما بيحط صابر ايده على الحجارة بيبدأ يراه قرآن فاجأة كل الحروب بتتحرك لحية ايده كأنها بتدخل جوها وبيحصل صوت دق جديد الغريب ان محدش بيسمعه غير ناس معينة واللي منهم الدكتور إبراهيم رشدي وناس تانية واحلام مرات اخو حسن ومنهم راهب في كنيسة اول ما بيلاحظ اللي بيحصل في السماء بيقول ان كتاب الوعد خرج وانه لازم يحمو الطفل وبعد كده بتزعر رحاب وهي قاعدة في البيت مع اختها وام صابر وبتمسك بطنها كأنها هتولد وبنرجع تاني لصابر اللي بيطلع من المغارة ويكون شكله غريب قوي بس اول ما بيطلع بنتفاجئ بيديب واقف وراب يعوي وورا امينة واقف شبح اسود وبعد ما بيختفي الشبح بيروح صابر نحية الشيخ سلي وبيقوله ان اللجوة مش خير خالص ان اللجوة شر بس امينة بتقوله ان اللجوة في خير بس لو انت شفته في المشهد اللي بعد كده بنشوف شخصية جديدة بيجسدها الفنان عبدالعزيز مخيون وبيتكلم مع واحد من اللي شغالين معاه وبيقوله ان لازم يرجع لصابر تاني ويقنعوا ان هم اللي بيساعدوه مش هو اللي عايزينه يساعدهم وبيقوله ان في حاجة غريبة حصرت وان شكل كده المعد قرب وفي المشهد اللي بعد كده بيروح صابر للمستشفى وبتويد رحاب فعلا الدكتور بيطلع مستغرب وبيقول ان الطفل طبيعي مع انه اتولد في السادس وكأنه اتولد في التاسع بس صابر بيشك في حاجة وبيبص وورا بيلاي اشباح سودة دخل الاوضة اللي موجودة فيها رحاب والطفل اشتركوا في القناة